ما ننسخ من آية لو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سعل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل وات كثير من أهل الكتاب لو يردون كنا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عاديهم فسيسين بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وكاة الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لين يدخلت جنة إلا ما من كانه نغتنوا نصارى تلك أماميهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم لمن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيز ونوم في الآخرة عتاب العظيم وللاه المشرح والمضرب فأينما تولوا فثم وجه جراه إن الله واسع العظيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض لكل له لقالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمره فإنما يقول له لكم فيكون وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من القبلهم مثل قولهم فشابعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحرح مشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترطعك اليهود ولن النصارى حتى تتمع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبع تعوى أو بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يبرونهم حرقة ناوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إصرائي نذكروا نعمتي التي ألعنت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنزي نفسها من نفسه شيئا ولا يقبض منها عدعا ولا تنفوها شفاعة ولا هم صاصون وإذ ابتلاء بيره ربه بكلمات فاتات لهم قال إني جاعلك لك الناس إساما قال ومن ذريتي قال لا يلال عهد الوالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنا واتخذوا من مقام إبراهيم ومسلى وعهد النا إلى إبراهيم وإسم صين أن يطهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من السورات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه غليلا ثم أبطره إلى عذاب النار ومئس المصير وإن يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أكيد السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك وكم ذريتنا لأمة متأسلمة لك وأرنا مناسكنا وتمعنينا إنك أكيد التنواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتعو عليهم آياتك ويعلهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغل عن ملة إبراهيم إن لا من سفي نفسه ولقد استخيناه في الدنيا ويولده في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صحف لكم الدين فلا تنوتون إلى ناواتون نصلصون أم كنتم شهداء إذ حضر يعيوب البوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلسون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عنهم ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل بلت إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا وآمن بالله وما أعوزل إلينا وما أعوزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق والعقوم والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربين لا نفرق بين الحديد منهم ونحن له لا نسلسون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا خير من ما هو في شقاق فسفيكهم الله وهو السميل العليم سبغ صلزره ومن نحسن من الله سبغة ونحن له المعابل منهم قلت حاج جوب لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكن أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأصباط وإسماعيل وإسحاق يعقوب والأصباط كانوا موتا أو نصرا قل أنتم تعلم أم الله ومن أظلم لمن من كتم شهادة إن تأخذ من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول الصفحاء إلى الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشنش والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبه برسول من من ينقلب على عاقبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله من الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاصل سعر ما يعملون ولين أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبتوا قبلتك وما أنت بتابعهم قبلتهم وما بعضهم بتابعهم قبلة بعض وليل اتبعت أهراءهم أم بعد ما تجاهك وليل اتبعت أهراءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ألحظوا من ربك فلا تكون النمنا لنمترين ولكل يوجه هجه وهو الليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم كبار جميعا إن الله على كل شيش قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشغوا واخشغوا وليتم نعمتي عليكم ولهلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا زمزكم يتلع عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكشوني ولا تكفرون يا أيها